قبل ما نخش على كاس العالم زي كل يوم يعني الحدث الأبرز في العالم حاليا كريستيانو رونالدو وتصرحاته النارية الانفجارية النووية اللي كل حاجة ضد مانشستان رونالتد وقتين هاجوة كل ما يتعلق بمانشستان رونالتد رأيك ايه في اللي بيحصل بص خلينا نتفق ان انا كمشاجع لمانشستان رونالتد او اي حد بيشاجع مانشستان رونالتد هو ما تفاجئش ان كريستيانو هطلع يقول كلام هو لما حبل كده انه عنده اجندة فيها كلام كتير هيقوله وانا انا ما عنديش مشكلة مع كل اللي قاله كريستيانو في جزئية واحدة بس هي اللي فيها المشكلة الكبيرة يعني بالنسبة ان هو اتكلم عن التطوير ومن ايام فيرجسون لحد الوقتي النادي ما اتطورش في اي حاجة سواء بنية تحتية او ملعب تدريبات او مرافق موجودة في النادي كل حاجة زي ما هي من ساعة ما مش في 2009 كل ده ما عندناش فيه مشكلة وسواء الادارة او مواجمة الادارة لكن المشكلة الحقيقة ان انكار كريستيانو رونالدو لطلبه الرحيل في الصيف كل حاجة عملها كريستيانو في الصيف اللي فات كان بتدول ان هو عايز يمشي من مانشيسترون لنادي طموحه بعد ما النادي ما صعدش لدوري الابطال خلاص الطموح ما بقاش نفس الكفة فهو فكر وهو معسكره ان هو يمشي منطر اعطعك في اول واحدة طب يلا بلو انت كل انت قلت دوت انه كريستيانو رونالدو لمح وقال بس مافيش ما يثبت ان كريستيانو رونالدو هو اللي طلب الرحيل في الصيف يعني منطرشل صنايت لم يصدر ما هو رسمي انه كريستيانو رونالدو طلب الرحيل عن نادي منطرشل صنايت وبالتالي ممكن يكون كانوا بيدفعوه ان هو يرحل يعني طب ايه المبرر انه ما يحضرش الفترة تحضيرية للنادي ان هما كانوا بيدغطوا انه هما مش عايزين فهو الدايق لا صعبه انا باخد دلوقتي اللي قال يعني اللي لغتي اخد بالك أنا باقي اخد التصيحات الرسمية كريستيا أنو قال مانشيسه ويونيته قال عقس دوت لا مانشيسه ويونيته قال أن كريستيا أنو هو اللي طلب الرحيل لا مانشيسه ويونيته قال اقبتدول النادي في أزمة هو النادي مش عايز يخشها أو مش في وقت ان هو يخشها بس خلينا نقول ان كريستيانو تصرفاته كلها في الصيف كابتدول ان هو عايز يمشي بنته التعبانة اللي بيتكلم عليها ان النادي مرعاش ان بنته تعبانة بنته تعبانة قاعدت قد 20 يوم تعبانة غير كده جورجينا كانت موجودة في حفلات في الفترة دي بنتها الرضيعة تعبانة وبنت كريستيانو تعبانة وهي موجودة وبتسافر وبتتجول في العالم بنتك تعبانة عشرة ايام وارجع تاني التدريبات لكن ترجع بعد ما النادي انهى معذكر والتحضير في الصيف وترجع بعد كده وهو موجود في مانشستر طبعا كان كلام كبير وكريستيانو لعب محترف يعني انا بقى في التلخيص الموضوعات انا عشان بس ليه رأيين او يعني انا عادة ما بحبش اي لعب في العالم في مصر في العالم في اي مكان يطلع يهاجم نادي على الملأ يعني وممكن يمشو خلاص وخلصت الحكاية فده جزء انا مش راضي عنه من كريستيانو لونالو بس انا راجل بحب مانشستر يونايتد محدش مرة طلع قال اجماعة مانشستر يونايتد اصبح الان منظومة مخروبة بقاله السنوات بقاله اكتر من عشر سنين محنش قادر يقول لان كله طمعان في مركز هيتواجد قريبه المدير الرياضي كل اساطير مانشستر يونايتد خايفين يطلع يقولوا ان الادارة الحالية او الملاك بيديروا النادي بشكل سيء لان هم طمعانين في المركز اللي بموجود الول مدير الرياضي وما فيش لاعب يجرؤ يطلع يقول الكلمتين دول غير كريستيانو نالدو ليه انا كده اسطورة لو اي لاعب يعني مثلا لو برونو فرناني زوال يطلع قال الكلمتين دول ايه ما حاققش يا روح حكينا على جنب لكن لما كريستيانو نالدو يقول العالم كله يسمع فانا اتصور ان كريستيانو هيدفع تمن اللي قاله يعني عالميا وحتى فيه ناس كتيرة تنتقده وتهاجمه وتاريخه مع منشير سوناديد او اراجته بجميع منشير سوناديد توطرت بس منشير سوناديد هاستفيد وخليك فاكر الكلمتين دول في السنوات الولايات اللي جاية من اللي عمل كريستيانو نالدو دول نتمن عشان هو كشف المسطور زي نتمن ده فرائي يعني شكرا للمشاهدة